على أبواب مفاتيح بغداد تشتد حالة الخروقات الأمنية التي أبلغت عنها لجنة الأمن النيابية بخطورة المشهد الأمني في ديالا خروقات يومية ينفذها داعش الإرهابي بأسلحة قنص مفرزة للجيش في منطقة زور القاية قرب ناحية جلولاء شمال شرقي ديالا استشهاد جديد لجندي وإصابة آخرين بجروح الدم العراقي ينزف مجددا تضحية للبلاد في وجه داعش الإرهابي التي تخوض القوات العراقية حربا شرسة معه منتصرة عليه في القضاء على رؤوسه الخطيرة وتأكيد على استمرار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في القضاء على منابع داعش في العراق اشتباكات وتبادل للقصف يستمر مع وصول قطاعات إضافية من الجيش إلى مكان الهجوم ما يضع جلولاء وأطراف خانقين في مشهد الهجمات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة العملية الأخيرة والتي سميت بنفط خانة أسفرت عن تفكيك عبوات وتدمير مظافات وأنفاق لداعش ما يلزم جهودا مشتركة في محاربة الإرهاب الذي يزهق الأرواح ويعرقل الهدوء والأمن وهي رسالة دولية يطلقها التحالف بالتأكيد على وجود خطر داعش حتى اليوم وهو ما يضيف مسؤولية أكبر على القوات الأمنية التي تضحي بأرواح جنودها فداء للعراق حيث اجتثاث التنظيم الذي أصبح روتينيا دون تراجع وبتوجيه مستمر إلى جانب الاستعداد لتهيئة أرض مستقرة في ديالا تحفظ أهلها ومصيرهم وتضمن الاستقرار في بغداد فرصاصة إرهاب في ديالا تنذر بخطر في أجواء بغداد